ما قبل الصورة يختلف كثيرا بل كثيرا جدا عما بعدها تلك قصة اشخاص غيرت صورة واحدة حياتهم لعل احمد من بين الاكثر شهرة طفل امريكي من اصل سوداني اعتقلته الشرطة تكساس ووضعت في يديه الحديد لان اخترع ساعة شكت مدرسته انها قنبلة وما ان انتشرت صورته حتى تحركت الكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لادانة سلوك مدرسته ثم قابله الرئيس الامريكي ومؤسسات عملاقة كفيسبوك وجوجل وغيرها وعرضت عليه العمل معها احمد صعيد كثيرا ورد له اعتباره لكن صورة اخرى لصحفية مجرية اطاحت بها وبسمعتها حين رصدتها كاميرا ويتعرقل حركة اللاجئين السوريين لاسباب وصفت بالعنصرية فاعتدت على لاجئ ومدت رجلها لتمنعه من العبور في النهاية طردت الصحفية من وظيفتها بسبب هذه الصورة ورد الاعتبار السوري صورة لافتة اخرى لبايع شاي في باكستان ربما لم يكن يعلم كذلك انه وسيم مرت صحفية بقربه اغراها مشهد الشاب وهو يبيع الشاي فالتقطت له صورة مثيرة ليطير خبره في مواقع التواصل مع عشرات بالمئات الالاف من المعجبين صار محل الشاي مكانا لمعظم وسائل الاعلام الباكستانية والاجنبية ثم وقعت شركة دعاية وازياء عقدا معه ليكون عارض ازياء وشخصا لامعا لالتقاط السيلفي مرة اخرى صورة لسوري في بيروت يبيع الاقلام لكنه يحمل ابنته على ظاهره الصورة كانت مؤثرة وتحت عنوان اشتر الاقلام جمعت له اموال تكفي لشراء مطعم والكسب منه من غير اي يحتاج لبيع الاقلام عامل نظافة اسيوي يقف يتأمل في طقم ذهب يتخيله على عنق ابنته او زوجته يأتيه تعليق يغضب المتابعين انه لا يحق له النظر للذهب لانه عامل نظافة يتنادى كثيرون في السعودية فيشترون له طقم الذهب وتنهال عليه الهدايا لرد اعتباره ما تظنه صورة عابرة قد يمثل لاخرين مصباح على الدين ترجمة نانسي قنقر